ايه اللي بيحصل عشان الواحد يعرف الفرق بان انا بتابع شخص عشان بحبه وان انا كده بقيت مهووسة او مريضة بيه بالزبط كده هو السبرت يورشيب صندروم ده عبارة عن يعني هو الطراب وسواسي ادماني فالموضوع بيبقى زيادة عن اللزوم وبيلغ فيه لدرجة ان انا قاعد كل شوية ابص على اخباره بصحة من النوم اتشيك اخبار الممثل ده او الشخص اللي انا متابعه ده انام احلم بي بتكلم عنه طول الوقت في حياتي يومية لدرجة انه بدأ يأثر على حياتي الاجتماعية وبدأ يعملي خلال وظيفي وخلال اجتماعي ابقى في الشغل بدأ المركز في الشغل لأخش في النصة بص على الاخبار بتاعته وعلى فكرة المرض ده انواع يعني اللي احنا بنقوله ده النوع البسيط لا ده الموضوع ممكن يبقى معقد اكتر من كده كمان ازاي ده في بعض الناس بيبقى عندهم هوس لدرجة انه هو يبقى متخيل انه في علاقة عاطفية مع الشخص اللي قدامه ويخش في حاجة كده زي التراب زهيني انه متخيل وفاهم انه علاقته بالشخص اللي قدامه ده علاقة عاطفية واللي قدامه هو اللي بينكرها لا وبعضهم بيحصلوا حاجة اسمها ارتومانيا بيبقى مصدق ان اللي قدامه او النجم والممثل ده بيحبه زي ما انا بحبه ويبقى اي اشارة بتتبعت او اي رسالة بتتبعت يفسرها غلط على انها ليه بالزبط كده فالممثل يحط اغنية مثلا او يحط مش عارف ايه فيبدأ يقول ده بعيدها لي ده بقصد انه يكلمني فده مرض مشهور جدا يبدأ من انه يبقى حاجة نيروتك يعني حاجة عصابية عادية ممكن تحصل معنا كلنا زي ما بنقول يعني شوية ان احنا بنتابع الشخص بالزيادة الزيادة من اللازم ومركزها معاه لا لدرجة انه اثر على الحياتي يومية وبعد كده ممكن يخش الموضوع في درجة اني مصدق ان انا على علاقة عاطفية بيه بس من جانب واحد وبعدين يخش في ارتومانيا انه مصدق انه حتى الطرف الاخر ايه بيحبني وبيبعط لي اشارات لانه ما يقدرش يصرح بحبه يعني لو واحدة عاملة كده مثلا بتتبع الموضوع ده بس مش مشاهير مع جوزها مثلا هل دي تعتبر ان هي كده عينة بالامراض دي؟ لا هي مش عينة بالامراض دي انا شك في جوزها يطول الوقت تبقى مركزها معاه علشان هي يشك فيه حس انه يبلعب بديله بس ده مش مرض يعني هو مرض دي حاجة طبيعية ولو وصل انه بدأ يبقى بيعقها عن حياتها يومية ومورسط انشطتها يومية يبقى مرض اي حاجة تؤدي الى خلال وظيفي واجتماعي نعتبرها مرض نفسي طالما ما فيش خلال وظيفي واجتماعي فتبقى حاجة طبيعية اوكي